لو حضرتك تدينا لمحة تاريخية أو نبذة عن مصنع نصر للسيارات مصنع نصر للسيارات بدأ انتاجه في 1960 بقرار جمهوري وفي خلال الفاترة دي كان طبعا قلعة صناعية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وانتاجه بدأ يدخل أوروبا عمل بساط وعمل عربيات لوري كانت ماركة نصر وبساط كانت ماركة نصر عمل جرارات كانت الجرار اللواء الروماني 65 وعمل جرار نصر 65 وصنع عدد كبير من السيارات منها الفيات الفيات 128 كانت حلم ناس كتير قوي في الوقت ده 128 و127 وعمل العربيات ريجاتا وعمل الشهين وعمل البالونيز عمل طفرة في الوقت ده من السيارات وكان انتاجه وعمل السيارة الرمسيس اللي هي لسه بنشوفها في الشرق لحد النهاردة في بعض الأماكن في القاهرة والجيزة يعني انتاجه ما شاء الله كان كمان بدأ يتصدى لدور العربية كنا يعني أصحاب الرياضة في صناعة السيارات في الفترة دي يعني تقدر تقولي للأسف تحديد سعر السيارات في الوقت ده والالتزام بتحديد سعر معين وانه مش عايز يرفع قيمة السيارة ده كان سبب كبير من الأسباب الخسارة اللي حصلت ووصلت الخسارة اللي تقريبا وصلت لحدود المليار جنيه فصدر قرار بتصفيته وإيقافه في 2009 وكان برضو من أسباب الإيقاف مش التسعير بس كان عدم التطوير لأن بدأت الدولة والحكومة تشجع القطاع الخاص أنه يدخل ويعمل خطوط انتاج بدأت القطاع الخاص يدخل بانتاج سيارات حديثة وسيارات متطورة وفي نفس التوقيت اللي مصنع النصر انتاجوا واقف عند أنواع معينة المفروض كان يبدأ يطور فيها فبدأت المشاكل تزيد ودي كلها تسببت في الخسارة الكبيرة وقفت في 2009 صدر القرار بتصفية المصنع وتم تسريح العمالة نزلت من 10.000 عامل عامل ل300 عامل في المصنع وتم تصفيته بالكامل وأخيرا لحد ما شفنا رجع 2013 رجع مرة تانية بعد 2009 رجع برضو واجه شوية مشاكل لحد 2017 وتوقف مرة تانية وظهر بقى تاني جينا في 22 حصل دمج ما بين الشركة الهندسية للسيارات ومصنع النصر السيارات والهندسية السيارات كانت جزء من النصر في البداية وانفصلت لكن حصل دمج مرة تانية وبعد كده بدأوا في إنتاج الأوتوبيس اللي احنا شفناه مبارح في 22 ايه اللي حوصل بعدها؟ في 22 حصل الدمج ما بين الشركة الهندسية ومصنع النصر والدمج ده يعني الأساس أن الشركة الهندسية استفاد باسم شركة النصر لأن النصر اسم كبير وفي نفس الوقت الشركتين بيتبعوا وزارة قطاع الأعمال وفي تاني يعني المصنع ما وقفش بقى من 22 بدأ خلاص بدأ يشتغل بدأ أنه يطور في المنظومة تغيير الاصطف الاستعانة بالخبرات التواصل مع الشركات العالمية العقد شركات على أساس يبدأ ينتج سيارة أو كان الاتجاه لإنتاج سيارات كهربائية على أساس يواكب التقدم على مستوى العالم